التحركات الأمريكية في سوريا محفوفة بالغموض والتباين ما بين تصريحات معلنة ما زالت تركز على انحسار الوجود وسحب القوات وما بين تغير وتوسع في قواعد الانتشار والتموضع تغيرات كبيرة حتى الآن في الاستراتيجية الميدانية على الأراضي السورية وخطوط عريضة تتضح ملامحها وقد يترتب عليها تحول في طبيعة الخارطة العسكرية أبرزها تسلم الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفرلين قيادة قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب المعنية بمواجهة تنظيم الدولة وذلك إجراء تزامن أيضاً مع زيارات أجرها قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا إلى قاعدة التنف على الحدود العراقية الأردنية السورية وإلى مخيم الهول والتقى قيادات قوات سوريا الديمقراطية وأكد على أن نشاط الخلايا التابعة لتنظيم الدولة ما زالت تشكل خطراً حقيقياً وأن واشنطن لن تسكت حيال أي هجمات يمكن أن تتعرض لها في سوريا الرسائل الأمريكية لم تصل إلى تنظيم الدولة والميليشيات الإيرانية وحسب بل ثمت رسائل أخرى وصلت إلى روسيا عبر إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في القامشلي أحدها قرب المطار الذي يعتبر أحد أهم المواقع الروسية في شمال سوريا فضلاً عن استمرار وصول التعزيزات العسكرية بأكثر من مئتي سيارة وعربة عسكرية ومعدات لوجستية وأسلحة كما وصلت الرسائل الأمريكية إلى أنقرة عبر تدريبات عسكرية أجرتها بمشاركة قسد لأول مرة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا واستخدمت فيها العديد من الأسلحة منها صواريخ تاو وقذائف R-BJ وكلاشينكوف إلى جانب مصفحات ومدرعات عسكرية أمريكية وشارك فيها أيضاً عدد من الضباط والجنود الأمريكيين إذن الوجود الأمريكي في سوريا بات مرتبطاً بمعظم الملفات والدول الفاعلة وما زالت علامات استفهام كثيرة تقف حاجزاً دون معرفة الدوافع والاستراتيجيات الجديدة التي تسعى واشنطن للوصول إليها ويبقى التساؤل الأبرز حول تلك التحركات هل ثمت ما يمكن أن يقرأ من التحركات الأمريكية؟ أم أنها ما زالت في سياقها الاعتيادي؟ ترجمة نانسي قنقر